بسم الله الرحمن الرحيم ساء على ملعب الأهل والسلام في مواجهة صعبة مواجهة صعبة جدا لا تقبل القسم على اتنين مهما حصل مهما حصل ومهما كانت الأمور ومهما كانت الاحتفالات البعض ومهما كان الولايم اللي بتحصل ومهما كل ده بالنسبة لنا لا يمثل أي شيء أنا كل يهمني فريق النادي الأهلي مش أنا لوحدي أنا بتكلم على جمهور النادي الأهلي كل اللي يهمه فريق النادي الأهلي فقط ما عندناش أي حاجة تانية كل اللي احنا عايزينه نحنا نكسب بكرة بالنسبة لنا مباراة الزمالك انتهت بحلوها بمرها بإصاباتها بالكلام اللي حنقعد نتكلم فيه الفترة اللي جاي ولكن بكرة مباراة أنا عايز 11 اللي عيب يلعبه هتقول لي أصل معلول مصاب طبعا وحيفرقه كتير جدا وكل حاجة ولكن الحداشر اللي موجودين بيمثلوا النادي الأهلي أنا كل ثقة في مباراة بكرة وفي الكابتن سامي أمصان وفي الحداشر اللي عيب اللي حيلعبه والخمسة اللي حيتغيره أي حد أي حد أي حد حيل باستشارة الأهلي بكرة حتشوفه هيبقى عامل إزاي معرفش إحساس هو ده الناس كلها اتكلمت مع عدد كبير من اللاعبين اتكلمت مع عدد كبير من اللاعبين خلاص نقطة ومن أول السطر أنا مكنتش عايزة أتكلم ومش حابب أن أنا أتكلم في اللي فات أنا كل كل همي اللي جاي كل همي ما هو قادم كل همي بكرة وبعد كده نبقى نخلينا بعد بكرة بكرة مباراة صعبة انت بتلاقي فريق جيد بالمناسبة فريق جيد جدا عنده كابتن مصطفى عبدو مش كابتن مصطفى عبدو المجري لا كابتن مصطفى عبدو نجم المحلة أو المدير الفني الكبير للمحلة يعني فكابتن مصطفى عبدو من المديرين الفنيين اللي حافظين فريق المحلة اشتغل كتير في القسم الثاني جورديولة الغلابة زي ما بيقوله كابتن مصطفى عبدو فالله أنا عايز أقول لحضراتكم أنها مباراة صعبة وليست سهلة ولا مجال أنا بقوله لا مجال لفقد أي نقاط احنا بنعتبر ان احنا دخلنا في بداية مرحلة الجد والحسم لا شيء آخر حسم بطولة الدوري البطولة المفضلة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي